أبو بكر عمر خلاص ما في داعي فلذا المشركون عندما فرحوا بحادث الإسراء والمعراج فقالوا الآن يرتد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم زاد هكير في ليلي وحدين ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء زاد هكير قال إذا جمعنا لك الناس تحدث بهم قال نعم فجاء أبو بكر قال يا أبو بكر بضحكوا يا أبو بكر أتدري ما يقول صاحبك ما يزعم صاحبك ولا ماذا يقول قال يزعم أنه في ليلى أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم عاد إلى فراشه ما تقول قال إن كان قد قال فقد صدق أبو بكر دائما أعبر عنه رجل للمواقف في مواقف بحاجة أنت للمناصرين أبو بكر موجود شوف دورة غيري أنا اتهى مني خلاص في صلح الحديبية صار اتفاق والاتفاق في ظاهره ظلم على المسلمين فعمر عمر أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أليس أن الحقهم على الباطل قال نعم أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار قال نعم قال على ما نعطي الدنيا في ديننا فقال له إنه أمر الله والله غالب والله غالب طلع عمر فرأى أبا بكر قال يا أبا بكر أليسنا على الحق وهم على الباطل قال نعم قال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار قال نعم قال على ما نعطي الدنيا في ديننا